هو اليوم بدأ بخبر غير جيد على الإطلاق وأظن حضراتكم جميعا عارفينه ألا وهو وفاة كاتبنا الكبير والصحفي التلفزيوني الشهير وبالمناسبة كان يتفق جدا على عدم الوصفة كلمة إعلامي كانش يحب كلمة إعلامي أستاذ مفيد فوزي الله يرحمه أستاذ مفيد يمكن رحل عن دنيانا صباحا هذا اليوم المسألة مش في أن أستاذ مفيد رحل وعمره 89 سنة وكل ما يمكن أن يقال في مثل هذه المناسبات لكن اللي ممكن يتقال أنه الأستاذ مفيد كانوا واحد من أبرز رجال الصحافة التلفزيونية أصحاب التاريخ شديد الأهمية وشديد التأثير في الصحافة التلفزيونية أستاذ مفيد كان بحلقة في برنامج حديث المدينة يقوم الدنيا ويقعدها تاني عشان برضو تتذكر ذلك يمكن فيه أجيال ما شافتش برنامج حديث المدينة وإن كانوا عارفين مين هو الأستاذ مفيد فوزي أستاذ مفيد فوزي صاحب القلم الدباح أحياناً واللي يرفع السماء أحياناً أخرى أستاذ مفيد كان تركيبة متفردة مختلفة بالكلية خد بالك أستاذ مفيد هو واحد من الجيل بتاع الكبار اللي بيسموهم الجيل الذهبي لمؤسسة روزا ليوسف بمطبوع عطيها الشهيرتين مجلة روزا ليوسف ومجلة صباح الخير واللي ترقى استحررها فترة من الفترات أيضاً الرائعة في تاريخ صباح الخير وطبعاً مؤخراً المؤسسة لديها جريدة روزا ليوسف الجيل بتاع الأستاذ مفيد هو الجيل الأهم في الصحافة المصرية وجيل حتى مختلف عن الجيل اللي أكبر منه ويراهم المزيع أكثر أهمية من الجيل السابق وقد يختلف البعض أنا بولك يراهم المزيع في حالتي أستاذ مفيد تقدر تقول أنه هو رائد مؤسس في مصر وفي المنطقة العربية لما يطلق عليه في مهنتنا وصحفتنا وصناعتنا character based show يعني البرنامج اللي مبني على المزيع هذا الرجل الرائع اللي صورته قدام حضراتكم وليه جانب إنساني أكتر من رائع وليه حس كان مهم قوي الحس بتاع المتابعة وده حس جيل الأستاذ مفيد اللي بيتابعه طول الوقت ناس بيتابع طول الوقت الجيل ده وزي الأستاذ مفيد كده يتابع كل التفاصيل اللي بتحصل في الحياة مش بس اللي بتحصل في مصر ومش بس اللي بتحصل في المنطقة العربية بتحصل في الحياة فتجده متابعا مزهلا يسبأك كتير وأستاذ مفيد لو شكر فيك اطلع السماء ولو أستاذ مفيد كتب عنك نقد يا ده يا دقي أستاذ مفيد في جانبه الإنساني كان ودودا جدا الناس يمكن كانت بتشوف الكاركتر بتاع أستاذ مفيد اللي يستفز عقلك ويخليك قاعد عمال بتتابع وأحيانا تبتسم وأحيانا تقوله هو إزاي بيعمل كده بس لما يبقى الكبير هو اللي بيسأل عليك هو اللي يتكلم في التليفون يقولك طمني عليك يا يوسف بطريقته اللي هتفضل طول الوقت محفورة في أزهنة بالمناسبة أستاذ مفيد اللي يفاجئ مثلا الكبير العظيم الله يرحمه ربه أستاذ فؤاد المهندس ويدخل عليه المسرح في الفترة بتاعت استعدادات الأستاذ فؤاد علشان طالع على الخشبة فيقوله إيه خضتني يا أخي وأطعت عزلتي وحبل أفكاري أنا باعد شوية أحضر نفسي للوقوف على خشبة المسرح قدام الجماهير وده الأستاذ فؤاد يعني فأنا باعدل شوف إزاي كان يقدس مهنته فأستاذ مفيد يعتزي يقوله طب أنا آسف يعني بس أنا كنت حابب أن أنا أعرف بتعمل إيه قبل ما تطلع على الخشبة وتستعد فكرة أستاذ مفيد في أنه دائما يقدم لك غير المألوف ومش غير المألوف بإسفاف غير المألوف بما يحترم عقلك ويحترم مبادئك وأخلاقك وغير المألوف بما يحترم كود الصحافة المصرية الكود الأخلاقي والكود المهني للصحافة المصرية كتير من زميلي اقتربنا من الأستاذ مفيد لكل الأسباب السبب اللي كان الأستاذ مفيد هو اللي بيرفع سماعة التليفون يتطمن علينا والسبب التاني أن احنا كنا نحب نسمع أستاذ مفيد في رأيه في كذا طباك وكنا كلنا نحب نستضيف الأستاذ مفيد لصرحته وجرئته المشهورة والمعلومة والمعروفة بل وصكه واختراعه لمصطلحات ومفردات حتى في طريقة سؤال الأستاذ مفيد ومش بس في منطقه في التشديد على الكلمات والحروف في الأحوال فكت مرة أسأله أقول الأستاذ مفيد أنت بتشد على الكلام لي كده يقولك شد على الكلام عاية اسألني وما يهمكش فقول لي يقول لي أحمسك هو ده اللي أنا أقوله لك character based show هو شخصية متفردة character based ده الأستاذ مفيد هو البرنامج هو المقال ولك أن تبتسم سعادة وفخرا لما تعرف أن الأستاذ مفيد وتاني ده جزء من تركيبة جيل لحظته الأخيرة بيكتب مقاله علشان يسلمه في معاده فسلم مقاله الأخير الصادر والمنشور لزميلنا وصدقنا العزيز أحمد الطهري رئيس تحرير روزا ليوسف والجميل والرائع أنه طهري نشر المقال المرادي بخط الأستاذ مفيد مش بالطباعة مش بالحروف المرصوصة في المطبعة بخط الأستاذ مفيد وده الجميل والرائع مش بس الزكي في الطهري والحقيقة أيضا وده يخليني برضو أقول لكم هنا عشان تعرف برضو فكرة احترام الأجيال واحترام الأسماء واحترام القامات واحترام التاريخ طهري كان من أوائل الناس اللي جريت أول ما عارف الخبر جري بسرعة على جنازة الأستاذ مفيد عشان يبقى موجود هناك فيبقى طهري العاصر أستاذ مفيد فوزي وطهري رئيس تحرير المجلة اللي بينشر فيها الأستاذ مفيد فوزي الحديث هنا مش بس على أحمد الطهري صديقي الحقيقة لا الحقيقة هنا هي فكرة احترام الكبار وآسف ان انا اقول لك القيمة الغائبة احترام الكبار احترام الأسماء احترام التاريخ اتفق اختلف يعني انا كنت أحب الأستاذ مفيد جدا وكنت دايما نقعد اقول له احنا مختلفين يا أستاذ مفيد فيقول لي ايوة ما انت ابن مصطفى وتحية لازم نختلف هو اتجاه الفكري والأيديولوجي حاجة تانية فقول له لا مش علشان مصطفى الله يرحمه وتحية ديها الصحة اقول له بالسنة مختلف يقول لي وده كويس ما تجملنيش ازعل لو قلت لي انك متفق لمجرد ان انا قاعد قدامك هنا تحب الأستاذ مفيد تحترم الأستاذ مفيد وأظن انه يمكن دي أقل حاجة الواحد يقدمها النهاردة في الكلام عن الأستاذ مفيد فوزي 1933 اتولد في الصعيد في بني سويف وأستاذ مفيد لما اتخرج من الكلية اشتغل في الصحافة والتحق بمؤسسة روزة اليوسف ومارس الصحافة الفنية وبعد كده بدأ يمارس الإعداد البرامجي من خلال برامج الإزاعة هنا في مسبيرو الإعداد أولا ثم التقديم ثانيا في الإزاعة تحديدا يعني أعد الحلقات والبرامج وقدم البرامج في إزاعة الشرق الأوسط الشهيرة الغراء اللي طلع منها أستاذي اللي علموني يمكن أقول لكم بقى الثلاث أسماء اليوم فضل كبير علي وكانوا زملاء أيضا الأستاذ مفيد فوزي أستاذ صنق منصور أستاذ صديقة حياتي ربنا يديهم الصحة يا رب وطلط العمر والأستاذ محموحي محمود المزيع والكاتب والشاعر والأديب رحمة الله عليه فشاركهم فشاركهم التقديم وأدم وبعدين شفنا الأستاذ مفيد على التلفزيون وهو بيعمل برنامج حديث المدينة الشهير بل أكاد أقول لك الأشهر في مرحلته أعلى مشاهدة لبرنامج على شاشة التلفزيون المصري كان حديث المدينة مصر كلها بتقعد تتفرج من يتفق من يختلف من يحب من يستفز الكل يشاهد حديث المدينة هذا الطريق فيه كذا وكذا ده أستاذ مفيد لجو حديث المدينة من أي المكتبات المنزلية كما هو واضح كان يقدم الأستاذ مفيد هذه الحلقة ما بقاش مهم بس المهم الرجل ده بتاريخه وبالقدمه شاف مرة في حلقة من الحلقات طريق بايز خد بعضه وخد الكاميرا وبالمناسبة هنا عشان قلنا الكاميرا كان التتر بتاع البرنامج يتكتب عليه كاميرا حمدي السابروت زماني أكيد هنا بقى عارفين كويس جدا أستاذ حمدي كاميرا كده كاميرا أو عدسة حمدي السابروت الأستاذ حمدي السابروت فبس ده اللي كان يتكتب على التتر يعني كانش بكتب طبعا الأستاذ فكان يطلع هو والأستاذ حمدي السابروت ورحوا صوروا الطريق بكل ما فيه من عيوب وطالب في الحلقة إنه إزاي مصر يبقى فيها طريق زي ده ولازم الطريق يتغير الدنيا قامت إيه اللي بيحصل ده وإزاي صور وإزاي قال وإزاي عمل لم يهدأ الأستاذ مفيد غير لما الطريق تصلح وخد بعضه ورح صوره لما تصلح فلم ينظر بعين واحدة هو صوره لما كان معيوب وصوره لما تصلح